الموسيقى بشكل عام هي تخفف التوتر وتخفف الاضطرابات وتحطيق نوع من الاستقرار النفسي بدون شك وتحطيق تمانينة والتفاؤل لكن أبعد من ذلك الدراسات والبحوث أثبتت أن الموسيقى تساعد على التطور المعرفي الحركي السمعي البصري من خلال استخدام مجموعة من الآلات والأدوات اللازمة ساعدت على زيادة التركيز والإدراك والوعي لأصحاب القصور العقلي عموما وساعدت على تخفيف الضغوط والتوترات مثل ما قلنا للناس الطبيعيين فهي لها دورين أساسيين دور في زيادة الإدراك وزيادة الوعي وتطوير المعرفي وهذا نريد أن نستخدمه بالعلاج الموسيقي نحن نستخدم هذا العلاج الموسيقي لتطوير قدرات وتنمية المهارات لأبنائنا من أصحاب القصور العقلي بمختلف فئاتهم ومختلف الأمراض التي عانوا من عدها يعني نقدر نعتبر اليوم أن الموسيقى جزء من علاج أو الطب البديل؟ بالضبط جزء أساسي وقيبة مضافة إلى الاختصاصات الأخرى السلوكية الموسيقى تعمل على زيادة التواصل جميع أصحاب القصور العقلي لديهم مشاكل نفسية ما عدهم تواصل أو حتى أصحاب الهمم أصحاب الهمم نعم ما عدهم قدرة يعبرون عن نفسهم ما عدهم قدرة يقولون أسمائهم ما عدهم قدرة ينطقون ما عدهم قدرة يتواصلون مع أحد أطراف أصابعهم ضعيفة وكل أصبع مربوط بالدماخ نعم في الجسم وفي العقل